الأخت نهال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت نهال انت معانا على الهوى سلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار برحب بحضرتك وبالأخ المبارك إلي وبشكر الرب جدا من أجل كل كلمة بعتهلنا الرب على لسانكم عشان ناخد طمأنينة وتنزع كل خوف وقلق من جوانا بس ما خبش على حضراتكم بسبب الدمار الحاصل في العالم في ناس كتيرة مليانة بالحيرة والتساؤلات ومش قادرة توقف كلمة لماذا ومن كتر الحيرة دي وصلوا لدرجة الإلحاد فهم بيقولوا هو أنت يا رب مش ليه كل السلطان ليه مش بتمنع كل ده بقدرتك وسلطانك أنا عارفة أنه حضرتك لمست الحتة دي وقلت أنه بيحترم الله حرية الإنسان لكن المعارضين بيقولوا خلاص ما تقولون ناش بقى أنه هو إله سلام ده هو إله في حف الحروب وأنا عارفة أن حضرتك أخي ليه قلت أن السبب من أسباب الدمار هو الخطيئة واستسلام الإنسان لأفكار الشيطان عدو الخير لكن هذا لا يمنع أنه فيه ناس أبرياء بتروح في الرجلين فسؤالهم يعني ليه الله في قدرته ومعرفته بالنس ليه ما يبتش الأشرار بس ويحفظ أولاده وما يحصل في العالم عموما حاليا أحد الكتاب كتب على الفيسبوك بيقول كده وخصوصا في أمريكا من فساد وضمار وأفكار مضلة وشرور يجب أن الله يحرقها ولو لم يحرق أمريكا فعليه الاعتذار لسادوه معمورة فإيه رأي حضرتك وآخر حاجة هل من الأفضل لنا أن إحنا في حالات معينة وأنا بقول في حالات معينة في ردودنا على الناس المتحيرة دي أننا نقول لا نفهم الآن لكننا سنفهم فيما بعد لأنه ما أبعد أفكار الله عن أفكارنا وطرق الله عن طرخنا إيه رأي حضرتكم والربي باركم شكرا جزيلا أخت نهال يعني أنت ذكرت جزء من اللي هي اتكلمت عن سؤال لماذا ولكن إذا بتحب يعني تريكاب الفكرة اللي حكتها الأخت نهال أولا الله عنده أجندة مرتبة يعملها بحكمة يصنع هذه الأجندة علشان الله يتدخل ويسود على العالم كله ما ينفعش الله يتدخل ويوميت الأشرار بينما بقية الناس عايشة في شرها وفسادها يبقى احنا عايزين الله للمصلحة بتاعتنا يا رب اتدخل موت لنا الأشرار وإش في الأمراض بس احنا رحين نعيش بخطيانة زي ما احنا عايزين علشان الله يتدخل الله يتدخل بترتيب إلهي ايه هو الترتيب الإلهي سيأتي الرب من السماء يخطف المؤمنين ثلاثة يقضي على الأشرار أربعة يطهر الأرض من المعاثر وجميع فعيل الاسم خمسة رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة عشان الله يتدخل في الصورة احنا عايزين ربنا يتدخل في جزئية معينة ايه الجزئية المعينة يبيض الأشرار يخلص على الأشرار والمشاكل ونعيش في السلام طب وماذا عن بقية الناس اللي عايش في الإدمان والنجاسة والبرنجرافي والمخدرات وا 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 لا احنا نعيش بمزاجنا بس يا رب اتدخل لماوة الأشرار ما ينفعشه عندما يتدخل الله لابد أن يتدخل بترتيب إلهي أعلانه الكتاب المقدس يأتي من السماء يأخذ الكنيسة يخطف المؤمنين يبيض الأشرار يطهر الأرض ثم يسود على الرب وتمتلئ الأرض من معرفة الرب عندما نسأل خلي الناس تتوجه إلى الكلمة الله ونقول للرب احنا منتظرين الرجاء المبارك وإلى أن يأتي الرجاء المبارك يملأ الرب قلوبنا حاليا بالسلام السلام لا يسود على الأرض لكن السلام يملأ قلوب المؤمنين سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة